عندك مثلاً وحيد حامد إيه اللي مدي تميز لوحيد حامد وحيد حامد كان أكتر واحد يعني شو أنا كلمت على النجوم الحقيقة عشان كلمة أكتر إنسان ممكن تلاقيه عنده شغف بالسينما هو وحيد يه وكان ليه بيحدث اللغة ماهندعم دينا مشكلة اللغة السينماية الناس بتقدم الفيلم بلغة قديمة وحيد كان مدرك شوف هو شوف وحيد رجل ريفي وبتاع لكن كان عنده تطلع عظيم مدرك إن اللغة بتتغير اللغة السينماية زي أي لغة فيها مفردات جديدة يعني الحوار بتاعنا هتلاقي فيه كلام جديد دخل كل شوية اللغة السينماية كده وارجل اللغة السينماية ليس لها ثبات واللي كان بتعمل من عشر سنين أو من خمس سنين لو عملته إخراجياً ممكن أنت تقول إيه ده ما تهدموش لأن أو تحس إنه هو بليد أو قديم لا وحيد كان على طول بيحدث أدواته السينما كلغة دلوقتي بتدي مساحات مشتركة أغلب الأفلام اللي أنا شفتها وكانت مهمة بتدي مساحة مشتركة للمتلقي إنه هو يملأ الفراغ إحنا تعودنا على بلاطة يعني أنت عايز المخرج يحكي لك على بلاطة كل التفاصيل وإنت قاعد حط رجل على رجل أو نايم ومبسوط لا داعي للتفكير ما هو بيقول لي ما هو بيقول لي لا اللغة دلوقتي إنك إنت تقول حاجة وتخلي المتلقي يكمل بقية الحاجة يعني تقول مشهد وبعد دي شوية تقول حاجة فإنت تربط بينهم فتفهم إيه اللي حصل أو إيه اللي ممكن يحصل فاللغة اللغة السلمية بتقول إحنا عدد اللي كانوا بيروحوا زمان قال جدا بس أنا مدرك